تطلعات تستشرف نمو الاقتصاد المحلي تدير منظومة الاستثمار في سلطنة عمان تركز على المحتوى المحلي للصناعات العمانية وتعظيم الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بمشاريع استثمارية توفر فرص عمل للمواطنين توجيهات حضرات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله في مجلس الوزراء استقرأت الأبعاد المستقبلية لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد المحلي مركزة أولا على المحتوى المحلي الذي ينظم أجنيرة وطنية تساهم فيها الجهات والأفراد للحفاظ على المال داخل البلاد بتاسيس مشاريع محلية توفر احتياجات الداخل وتعزز الصادرات إلى الأسواق العالمية القرارات الأخيرة من مجلس الوزراء تثبت مدى قدية سلطنة عمان في قذب الاستثمار الأقنبي ومعاملة المستثمر الأقنبي كمستثمر عماني وهي تفتح آفاق للعديد من الشراكات بين العمانيين والمستثمرين الأقنبي وعمان بيئة خصبة لقذب الاستثمار الأقنبي ونتمنى أن مثل هذه القرارات والقرارات التي سبقتها ستضيف الكثير في الناتق المحلي التوجه نحو تخصيص نسبة من الانفاق الانمائي على المشاريع الاقتصادية سينمو بالصناعات العمانية التحويلية الحالية التي وضعت بصمتها في السوق المحلي والأسواق الخارجية وسيوجد مشاريع أخرى تمضي بالتوازي مع ما هو قائم وما التركيز على الترويج إلا تعزيز لحضور المنتج العماني بما يقلل الواردات ويرفع الصادرات لتحقق قيمة مضافة المحتوى المحلي بالصناعات العمانية طبعا محتوى مهم جدا يعني فيها عدة بنود منها التعمين منها اختيار المنتج المحلي للإضافات المحلية استفادة من الموارد المحلية وطبعا هذا يساعدهم بشكل كبير الشعار صنع في عمان سيساهم بشكل كبير على هذا الموضوع والشركات التي ستحصل على هذا الشعار ستستطيع بشكل سهلس وسهل أن تصدر منتجاتها إلى دول مجلس العامون وممكن بعض الدول العالمية لحفاظ سلطنة عمان على الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير رسمت برامج وخطط رؤية عمان 2040 سياسات المسار الاقتصادي مركزة على جذب الاستثمارات بمواصلة منح المستثمرين تسهيلات جديدها يأتي بتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي واعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت وهو ما يمنحها مساحة لتوجيه السيولة المالية للتطوير إلى حين إعلان اسم الشركة التي تم إرسال المناقصة لها بالنسبة لإعفاء الضمان المبدئي للشركات المتناقصة سوف يزيد من المنافسة للشركات الكبرى أو الشركات الصغيرة وما سوف ينصف في هذا الجانب اليوم حجم المناسبة سوف يزيد وكذلك سوف تستخدم هذه الشركات الأموال في أشياء تعزز من نموها وتطوير أعمالها حراك تنظيمي كبير تشهده البيئة الاقتصادية في سلطنة عمان يرى خبراء أنه الطريق نحو حراك اقتصادي ستنعكس نتائجه إيجابا على المجتمع مع كل ما تمتلكه سلطنة عمان من مقومات لجذب الاستثمارات بدءا باتصالها بطرق تجارة الحيوية بين الشرق والغرب وليس انتهاءا بكفاءة البنية التحتية